متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة هكلمكم عن نموذج من نمازج الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تستخدمها كبديل لشات جي بي تي ومش هقولك انه هو في قوة شات جي بي تي هكون معك صريح هقولك اكيد يعني انا بعتبر شات جي بي تي هو الاقوى حتى الان في مضمار نمازج الذكاء الاصطناعي خصوصا اللي بتتعامل مع تاكس ولكن النموذج الجاي يكلمك عنه النهاردة هو نموذج مجاني تقدر تستخدمه بشكل مجاني وايضا جيد جدا كلمت عنه بالتفصيل من ناحية الكافاباليتز وبعض المعلومات التقنية اكتر لو حابب تعرف عنه اكتر ادعوك ان انت تشاهد فيديو عن نموذج النهاردة وهو كيمي على قناة انفو تيك فوريو ولكن النهاردة جاي اتناول الموضوع بشكل عملي اكتر او يفيدك حياتك اليومية بشكل عملي اكتر لو انت عايز يعني يبتزي مع بعض من الاخر كده يلا بينا نتكلم عن كيمي هذا النموذج الصيني المفتوح المصدر وايضا المجاني وحنشوف كمان اخر تحديث لهذا النموذج النهاردة وقدراته يلا بينا ما تحوش في اي حد هنرجع لكم مرة تانية وارجعنا لكم مرة تانية علشان نتكلم عن كيمي حط لك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو وكيمي هو من شركة صينية اسمها مون شوت اطلقت النموذج الاول وهو كيمي 1.5 وحاليا النموذج الموجود على هذه المنصة هو كيمي كي 2 كيمي كي 2 من النموذج القوية جدا وهو نموذج مكتشر اوف اكسبرس بيعتمد على خليط الخبراء وهذا النموذج يعني عنده قدرة على التعامل مع النصوص بشكل جيد جدا تعمل مع اللغة العربية عشان ناس اللي حتسألني هل بيدعم اللغة العربية ولا لأ بيدعم اللغة العربية ونادر نقول ان هو فيه قوة كوين 3 وديب سيك برجان 3 وفي بعض الاحيان كلود كمان صونت فيعتبر نموذج قوي ممكن تستخدمه كبديل قوي لشات جي بي تي زي ما قلت لك طبعا شات جي بي تي الناس هتقول لي ان فيش اقوة منه انا معايك ومتفقة جدا ولكن انت عندك نموذج مجاني تماما انت مش محدد بعدد من المرات هتقدر ان انت تستخدمه فحاول ان انت تستفيد به ايضا هو مفتوح المصدر وتروح على هاجينج فيس ولكن انا النهاردة بركز على استخدامه من خلال المنصة اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي تعالوا كده نشوف ممكن نستفيد منه فيه انترفيس او الواجهة سهلة جدا زي شات جي بي تي نفس الشكل هنا لو انت روحت على السهم ده دروب داون ليست او القائمة المنصدلة هتلاقي النموذجين النموذج الاول اللي هو كي 1.5 والنموذج التاني الجديد اللي هو كي 2 كي 1.5 بيتفعل معاه لو روحت هنا ليه التولز او الادوات هتلاقي فيه عندك السيرش وكمان الثينكينج هو ريزونينج موضل يقدر ان هو يفكر اما بالنسبة لي النموذج الجديد اللي هو الكي 2 ما تقدرش ان انت تفعل معاه الاكستيند الثينكينج تفعل فقط السيرش يدور عبر الانترنت والكي 2 زي ما قلت لك هو احدث نموذج نزل على منصة كيمي من شركة منشوط زي ما احنا قلنا هنا ممكن ان انت بقى تستخدمه كده زي بالضبط ما بتستخدم شات جي بي تي هنا هبتدي اروح احط اول مهم نفترض ان انت الطلب منك ان انت تكتب بحث متكامل باللغة العربية عن مميزات وسلبيات العمل عن بعض خصوصا بعد جائحة كوفيد ناينتين فهنا انت طلبت بانه نواملك البحث ده وقلت له اديني خمس فوايد رئيسية زي توفير الوقت زيادة الانتاجية اديني ابرز السلبيات والتحديات وفي الخاتمة اديني رأيك وتوصيات واستخدم لغة عربية فصحة ونسق البحث واجعل التول ما بين خمسمية لسبعمية كلمة وحبتدي ادوس انتر انا هنا بختبره في الكتابة كتابة مقالة كتابة بحث واعتقد ان البعض من اللي بيتابعني بيحتاج استخدام الذكاء الاصطناعي في مثل هذه الامثلة هنا هيبتدي ان هو يكتب لي مقدمة انا قلت له طبعا اجعل التول الخاص بالبحث مش اكتر من سبعمية كلمة اعايزة حاجة كده بسيطة هنا هيبتدي يديني مقدمة وبعد كده يبتدي يترح المميزات الرئيسية لاحظ ان انا مش عايزة يزيد عن سبعمية كلمة عايزة يلتزم باللي انا بقوله عليه فحيحاول يلخص قدر الامكان ويديك الفايدة هو خلاص خلاص اعطاني المميزات توفير الوقت ذات الانتاجية تحسين التوازن خفض البصمة الكربونية عندك ايضا ابرز السلبيات العزلة ضعف التواصل غير الرسمي صعوبة ادارة الاداء وفي الاخر خالص اعطاني خاتمة وتوصيات ولو خدت بالك هتلاقي ان كيمي ده نموذج يعتبر نموذج صيني نماذج الصينية كانت في كتابتها للغة العربية ما كانتش جيدة ولكنهم اعتقد خدوا على عاتقهم ان هم يحسنوا المخرج اللي بيكون باللغة العربية ولكن انصحك ان انت برضو تراجع الكلام المكتوب تراجع المصطلحات لربما يكون فيه كلمة يعني مكتوبة بشكل غلط او مش واضحة حاول انت دايما تراجع حضرتك ممكن تكون معلم وعايز طريقة جيدة لشرح الجاذبية الارضية مثلا فهينا هتقول له اشرح قانون الجاذبية الارضية اللي طالب مثلا في الصف الثامن باستخدام لغة بسيطة واضحة مع امثلة من الحياة اليومية مثل سقوط الاشياء او رمي الكرة لاعلى ممكن كمان يكون بقى في الصف مثلا الثامن ده كبير شوية ممكن نخليه السادس وحبتدي ان انا اختار كي 2 ممكن على فكرة تختار كي 1 بس انا هنا يعني بختار اخر نموذج اللي هو كي 2 وحبتدي هنا ادوس انتر ونشوف طريقته في شرح هنا بنختبر وفي شرح مثلا بعض المفاهيم تعال انا بص هو ممكن يديك فكرة ان انت تشرح حاجة زي كده ازاي بيقولك تخيل ان الارض عملاق لطيف يمسك بخيط خفي لا يراه احد هذا الخيط يسمى الجاذبية قوة تسحب كل شيء نحو الارض فلا يستطيع ان يطير بمفرده يعني هنا بيتخيل الارض عملاق يمسك بخيط خفي لا يراه احد هذا الخيط يسمى الجاذبية قوة بتسحب كل شيء نحو الارض يديك امثلة بسيطة لما توقع الالم بتاعك بتلاقيه بيقع على الارض ليه لان الارض بتسحبه بالخيط اللي انت مش شايفه اللي هو الجاذبية فهنا يعني بيديك مثال ان الجاذبية الارضية هي الخيط الخفي لو رميت كرة لفوق وبعدين نزل التاني لتحت فالارض بتسحبها زي ما بتسحبك بالخيط يعني يسهلك الموضوع ان الجاذبية باختصار صحب الارض الاشياء نحوها اذا لم تكن هناك جاذبية لطارة الكرات والاقلام والناس في الهواء يعني انا بيديك كمان شوية اسئلة ممكن ان انت تفتح لك افكار يعني هل يمكنك تفسير تأثير الجاذبية على الكائنات الاكبر ماذا يحدث اذا كانت الارض لم تكن قابلة مثلا للجاذبية فممكن فكرة زي دي تجيلك كانت الارض لم تكن قابلة للجاذبية يعني لو الخيط الخفي ده يعني اتقطع مثلا كل حاجة هتبتدي انها تطير او تطفو في الهواء زي الريشة انا شوية امثلة بسيطة تعالى بقى نشوف حاجة تانية ايضا وهو في كتابة المحتوى او اختباره في كتابة المحتوى هنا مثلا انت عندك منتج المنتج ده منتج عسل فانت هنا عايزه يكتب لك اعلان تصويقي لمنتج العسل الطبيعي ده في مطجر الكتروني وخلي النص مشوق واظهر الجودة والطبيعية ودعوة للشراء فهنا انت طالبه انه يعمل لك اعلان تصويقي قصير وهبتدي ان انا ادوس انتر هنا هو اعطهولك باللغة العربية لأول مرة على الاطلاق عسل نحن لمعرفش ايه نغامات من استحراء نخاء 100% واختبار معملي لكل برطوان احساسك بنكهة الاصهار النادرة كمية محدودة اطلب الان وحصل على شحن مجاني لو فيه شحن مجاني اضغط اشتري مش عارفة زيت عيينة سرية دي عيينة مجانية بقى مش عيينة سرية عشان كده دايما بقولك راجع لنمزج الصينية ممكن كمان تستخدمه في ايه ممكن تستخدمه في كتابة كود او كتابة بس احنا مش هنركز على الجزء دا دلوقتي ممكن ان انت ترفع صورة يعني ممكن ان انا ابتدي ان انا ارفع صورة زي دي كده وكون عايزة الامر النصي اللي تم توليد الصورة دي بيها انا هروح كده لصورة زي الصور دي اللي احنا عملناها باستخدام لو تفتكروا imagine for ultra وهنا ممكن اقوله طبعا هو سيبك من الصيني اللي مكتوب ده وانا موزج صيني هتقوله هم باعطائي امر نصي بالانجليزية يصف هذه الصورة انا بيقولي ان الموديل ده بيكستراكت التكست من الامجز بيطلع التكست من الامج علشان لو انت عايز فهم كامل للصورة اللي ما فيهاش كتابة روح لكي 1.5 افضل بقى في الحالة دي ان انا انتقل الى كي 1.5 وهنا ابتدي اخد تاني النص احطه وارفع الصورة بتاعتي ونشوف حيديني ايه الجميل كمان ان هو بيرشدك افضل في فهمه للفيجولز هنا اعطاني الامر البرومت هنا اتدى يديني وصف ليه الصورة زي ما انتو شايفين شخص قاعد لابس ازرق واعطيني وصف الوودن تيبل ترابيزة الخشبية فتقدر انت تاخد الامر ده تولد بيه الصورة اللي عجبتك ايا كان بقى الصورة اللي انت شفتها فهنا بقى مش هتشغل بالك قوي بالامر زي ما كنت بتعمل معشات جي بي تي بترفع الصورة وبتاخد الامر وتستخدمه هنا بقى حبتدي المرة دي اجرب ان انا ارفع سبريتشيت واطلب منه ان قم بتحليل ما جاء في هذا الملف يعني اعتقد مثلا لو انا عندي ملف مش عارفة في ايه بدل ما ادبص فيه انا عايزة يقوم بتحليل ما جاء في هذا الملف عشان اعرف بيتكلم عن ايه هنا قال لي تحليل ملف الرواتب النظرة العامة على البيانات عدد الموظفين عشرة عدد الاقسام ستة واعطاني الاقسام اللي موجودة طبعا البيانات اللي موجودة بيانات بسيطة جدا كده عشوائية موارد بشرية تكنولوجيا المعلومات يعني ليس لها يعني اي علاقة بالصحة ولا الاسماء اللي موجودة فيها نطاق الرواتب من كام لكام ابتدى هنا التوزيع حسب القسم الرواتب ومعدلات العمل عن بعض اعلى تلات رواتب تحليل كامل متكامل للي موجود داخل الاجسل شيت زي ما احنا شايفين وبالتالي حيوفر عليك وقت ومجهود لو انت عندك بقى شيت اكسل اللي فيه بيانات كتيرة جدا وانت عايز اعلى الرواتب او انت عايز حاجة معينة او تسكة معين تقدر تعمله باستخدام كيمي زي ما احنا شايفين والتنفيذ بتاعه كويس وانا شايف فيه بصراحة حسن جدا في التعامل مع اللغة العربية ما كنتش نقل بصراحة تكلم في حاجة العلاقة بالكود ولكن بما ان احنا يعني بنختبره في كل حاجة هستخدمه هنا علشان يعمل لي تطبيق بسيط باستخدام الـ HTML والCSS والجافا سكريبت عشان يقوم بتتبع ميزانية المستخدم الشهرية عايز انت تتتبع الميزانية بتاعتك التطبيق بتحلك انك انت اتدخل الدخل الشهري والمصروفات وفي الاخر خلاص يعمل لك ملخص شهري بصري ادخل اسم العملية المبلغ تاريخ العملية ودي مواصفات التطبيق وحبتدي هنا استخدم كي تو احدث نموذج وابتدي ان انا ادوس انتر هنا حيبتدي يكتب لك الكود نستنى لحد ما يخلص الكود وبعد ما يخلص كتابة الكود كمان فيه امكانية ان انا ادوس بريفيو علشان اشوف تنفيذه لهذا الكود مازال بيكتب كل ده الكود HTML, CSS, JavaScript تم الانتهاء من الكتابة حبتدي اروح ادوس على بريفيو عشان اشوف التطبيق بتاعي زي ما انتم شايفين هنا الترانزاكشن تايب الانكم مثلا حبتدي احطه وليكن مثلا السالري والاماونت حط اي اماونت وهنا الديت مثلا الاكسبنس حقول جراسرز مثلا فود مثلا او طعام حقول خمسمية زي ما احنا شايفين هنا التوتال انكم التوتال اكسبنسز فاضل قد ايه الف وخمسمية وهنا بس مش عالفة ليه حطه تحت كده خالص اكسبنسز والانكم بتبان في هذه الجزئية زي ما احنا شايفين بس هو منزله تحت قوي كده ما عرفش ليه يعني فيه كمان تحت الترانزاكشن هستري الانكم سالري الفين لو انا عايزة اعمل ديليت لاي اكشن ممكن اعمل ديليت مثلا دي الاكسبنس ده فابتدي ان انا ادلت وخلاص ما بقاش موجود زي ما احنا شايفين وانعكس التغيير ده على الفيجوال عندي اللي هو الشارت الباي شارت وكمان انعكس على هنا بقى التوتال بلانس بتاعي الفين زي ما هو ما فيش اي مصروف لان انا عملت له ديليت او حزفته ده تنفيذه للتطبيق حاجة با مهمة جدا البعض حيقول لي ايه العلامة دي ايه الكومين فراز لما بنقف عليها بيطلع الكومين فراز الكومين فراز لو انت في حاجة بتستخدمها بشكل متكرر يعني انا مثلا ببقى عايزة اكتب يوتيوب فيديو سكريبت في الحالة دي انا ببتدي ان انا ادوس كده فبيظهر عندي وابتدي احط السكريبت بتاعي مثلا او ابتدي اروح تاني اقول له ري رايت زا تايتل فور يوتيوب فيديو ان ارابيك فابتدي هنا ان انا احول التايتل ده من الانجلش للعربي عايزة اترجم مثلا اروح عامل هنا ادوس هنا اقول له اد كومين فراز هقول له ترانسليت فروم عربيك تو انجلش واقول له نيو وبالتالي مش كل مرة هقول له بقى ترجم من العربي البروفيشنال انجلش هبتدي اروح للكومين فراز واختار ترانسليت فروم عربيك تو بروفيشنال انجلش وبتدي احط النص بتاعي وهكذا ده الفايدة بتاعت الكومين فراز فيه كمان ايه فيه عندي هنا الريسورشر احنا مع الكي 1.5 ماستخدمناه وش كتير بتفعل معي زي ما قلتلك الثينكينج وفيه عندك الريسورشر مود يعني الريسورشر مود بيبحث بعمق اكتر وهنا انت لي خمس مرات معرفش بقى خمس مرات في اليوم اعتقد تفعل الريسورشر مود علشان البحث يكون بشكل اعمق لما تكون عايز بحث عميق اكتر تعال انجرب مع بعض وليه ما انجربش اهم التطورات فيه استخدام مثلا الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية ودوس انتر فهنا هيسألني ايه هي الجوانب التي تريد التركيز عليها بيتعامل كده بالضبط زي الموجود مثلا في شات جي بي تي هل عايزني اركز على التطورات التقنية التطورات العملية الفوائد المرضى ومقدم الرعاية الصحية التحديات والمخاطر المستقبل والاتجاة الناشئة فبتبتدي مثلا تقول له التطبيقات العملية وحطه هنا ويبتدي انه هو يدور لي في المجال ده سيبي بقى الكونورسيشن روح يعمل لي اي حاجة وحيبتدي انه هو يديكي الاجابة فهنا بيقول يسأعود اليك بالمعلومات قريبا وهنا بيبتدي انه هو يدور طبعا هو بيفكر بالصيني ما ليش دعو يفكر براحته المهم انه هو هيبتدي يدور هنا الويب سورش في 27 يدور في 27 ويب بيج او ويب سورش زي ما احنا شايفين في انتظار في الاخر خالص انه هو يديك بقى الاجابة النهائية هنشوف دلوقتي مع بعض الاجابة النهائية او المعلومات اللي هنحصل عليها في الاخر تعالوا بقى نشوف النتيجة الرائعة عطاني تقرير شامل وافي في الجزئية اللي طلقتها منه اذا كان الاجابة الرائعة الصحية تحسين دقة وكفاءة التشخيص وطبعا عطيني الريفرانسز او السورسز اللي جاب منها المواقع موضوع دقيق بالارقام وحتبص تلاقيه كمان عطاك انتر اكتف ريبورت انا شايفة ان في تطور كبير جدا للنماذج الصينية زي ما احنا شايفين طبعا ديب سيك في حتة تانية انا بتكلم عن نماذج اخرى غير ديب سيك وده الانتر اكتف ريبورت زي ما احنا شايفين كمان عطيني انتر اكتف ريبورت تقدر انك انت تشرح من خلال هذا التقرير اللي فيه صور يعني عامل زي باور بوينت كده بسيط تقدر ان انت تستعين به اتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة من محتوانا على قناة كل يوم موقع جديد بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد واركز على التطبيقات اللي ممكن تفتكم بشكل انا من وجهة نظري حيكون اكتر ومؤثر اكتر في شغلكم او في دراستكم شوفكم فيديو قادم باذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب رحمت الله وبركاته